إن دفع الإعصار دوريان صوب الشمال الغربي يوم السبت مهدداً ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاين الأمريكية فيما استعدت جزر البهاما لأمواج ورياح نعاتية مصاحبة للإعصار القوي من الفئة الرابعة وطلبت سلطات المدن في فلوريدا من السكان البقاء في حالة تأهب على الرغم من التوقعات بأن دوريان قد لا يجتاح الولاية حيث صدر تحذير من العصفة المدارية لساحلها الجنوبي المطل على المحيط الأطلسي ورفعت المجتمعات المحلية في شمال شرق فلوريدا وجورجيا وساوث كارولاين درجة التأهب بينما اختبرت السلطات البنية التحتية وقامت بتدريبات على مكافحة الآصار منضمت ساوث كارولاين يوم السبت إلى جورجيا ونورث كارولاين وفلوريدا في إعلان حالة الطوارئ في غضون ذلك طلب رئيس وزراء جزر البهاما هوبرت منس من سكان أباكو وبهاما الكبرى التوجه إلى الجزيرة الرئيسية لتجنب عاصفة وصفها بالمدمرة والخطيرة وأضف أن 73 ألف شخص و21 ألف منزل معرضون لخطر الإعصار وقال المركز الوطني للأعصير إن دوريان محمل حاليا برياح تصل سرعتها إلى 240 كيلو مترا في الساعة ومن المتوقع أن يصل إلى جزر البهاما يوم الأحد مع هطول أمطار يصل ارتفاعها إلى قدمين مما يهدد بحدوث فيضانات مفاجئة ومميتة وقال المركز إن دوريان يمكن أن ينحرف حينها جهة الشمال الغربي وربما يظل في البحر لدى تحركه صوب الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الاثنين وخلال يوم الثلاثة